بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة لإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا والفوزة بشفاعتي في الآخرة قال الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه لهشام بن الحكم يا هشام مكتوب في الإنجيل الإمام الكاظم سلام الله عليه سيأتي ويبين بعض العبارات التي وردت في الإنجيل وينقلها لهشام بن الحكم قال له مكتوب في الإنجيل طوبة للمتراحمين طوبة هي اسم لشجرة في الجنة أعظم شجرة في الجنة تسمى بطوبة وفي الروايات الشريفة أن كل غصن من هذه الشجرة يدخل إلى بيت من بيوت المؤمنين في الجنة طوبة للمتراحمين الذين يرحمون بينهم في هذه الحياة أولئك المرحومون يوم القيامة الله سبحانه وتعالى أيضا سوف يرحمهم في يوم القيامة طوبة للمصلحين بين الناس الذين يدخلون كواسطة خير يحاولون دائما أن يصلحوا بين الناس أن يصلحوا مشاكلهم أن يقربوا وجهات النظر أولئك هم المقربون يوم القيامة هذا الذي يصلح بين الناس يكون مقربا عند الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة طوبى للمطهرة قلوبهم أولئك هم المتقون يوم القيامة الذي يجعل قلبه طاهراً من المعاصي طاهراً من النية السيئة الله سبحانه وتعالى سوف يجعله ويحشره مع المتقين في يوم القيامة طوبى للمتواضعين في الدنيا أولئك يرتقون منابر الملك يوم القيامة هذه إذن صفات وردت تأكيد عليها في الإنجيل ونقلها الإمام الكاظم سلام الله عليه له هشام بن الحكم لكي ينقلها إلى جميع المؤمنين ثم قال له يا هشام قلة المنطق حكم عظيم فعليكم بالصمت فإنه دعة حسنة وقلة وزر وخفة من الذنوب لا تقول بأنك إذا أردت أن تبرز أمام المجتمع أو أن تبرز في مجلس من المجالس يجب عليك أن تتحدث دائما أو أن تتحدث بكثرة أو تحاول أن تتحدث بأمور لا تعنيك تحاول أن كل منضوع تدخل فيه وتتحدث وتبدي رأيك فيه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يقول بأنه قلة الكلام هي حكم عظيم قلة المنطق حكم عظيم فعليكم بالصمت يأمرهم ويأمر أصحابه بالصمت لأن كثرة الكلام تؤدي إلى كثرة الخطأ وقد تؤدي إلى كثرة المعاصي فإذا قلة الكلام تؤدي بالإنسان إلى النجاة فحصنوا باب الحلم فإن بابه الصبر أيضا الإنسان يجب عليه أن يكون حليما عن طريق أن يكون صابرا لا إذا تأذى أو إذا تعرض إلى أذية يكون يطيش هواه ويطيش رأيه لا يجب عليه أن يكون صابرا حليما وإن الله عز وجل يبغض الضحاك من غير عجب هذا الإنسان الذي تجده دائما يضحك بدون سبب يأخذ الدنيا لهوا ولعبا هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى يبغضه نعم الإنسان يجب عليه أن يكون والمؤمن يكون هشا بشا ولكن في المناسبات التي تستدعي ذلك لأن يكون دائما ضحاكا بدون سبب بدون عجب بدون أمر يدعو إلى الضحك هذا الإنسان سوف يبغضه الله سبحانه وتعالى والمشاو إلى غير أرب يعني يمشي بغير هدى بغير فكرة بغير هدف يريد أن يصل عليه ويجب على الوالي يقول الإمام الكاظم عليه السلام ويجب على الوالي أن يكون كالراعي لا يخفل عن رعيته ولا يتكبر عليهم هذا الإنسان الذي يتسلم مقاليد الحكم ويكون حاكم على الأشخاص يجب أن يتعامل معهم كأنه أحدهم لا أن يتكبر عليهم يجب عليهم أن يتعامل معهم بتواضع لكي يحسوا بأنه هو أحد منهم لكي يحسوا بأنه قريب عليهم فاستحيوا من الله في سرائركم كما تستحيون من الناس في علانيتكم بعض الناس يستحي من الله سبحانه وتعالى فقط أمام الناس يصلي فقط أمام الناس ويقول الصدق ويتكلم بالصدق فقط أمام الناس يساعد الفقراء فقط أمام الناس ولكن إذا خلى بنفسه تجد بأنه لا يراعي لله سبحانه وتعالى حرمة فالإمام الكاظم عليه السلام يقول أنت كما تستحي من الناس يجب عليك أن تستحي من الله الله سبحانه وتعالى ينظر إليك في جميع أمورك في جميع أحوالك لا فرق إذا كان هناك شخص ينظرك أو لا الله سبحانه وتعالى مطلع عليك فاستحي من الله سبحانه وتعالى كأنك تعيش أمام الناس وتتعامل أمام الناس في العلانية واعلموا أن الكلمة من الحكمة ظالة المؤمن يبحث عن الحكمة يبحث عن العلم المفيد النافع فعليكم بالعلم قبل أن يرفع ورفعه غيبة عالمكم بين أظهركم هذا الإنسان الذي يعيش بنعمة وجود عالم يعيش معه يعيش في مدينته يعيش في المحيط الذي يعيش فيه هذا الإنسان إذا لم يتفقه ولم يأخذ من علمه الله سبحانه وتعالى سوف يبتلي هذا الإنسان وهذه المجموعة وهؤلاء القوم بأن يرفع عنهم هذا العالم يأخذه لأنهم لم يستفيدوا من نور علمه يا هشام تعلم من العلم ما جهلت كل شيء جهلته تعلمه لا تستحي من التعلم وعلم الجاهلة مما علمت لا تحصر العلم بنفسك بعض العلماء يحصرون العلم بأنفسهم تجده حتى أنه بعض المعلمين بعض المدرسين عندما يسأله الطالب معلومة معينة لا يعطيه يجعل هذا العلم حكراً على نفسه المام الكاظم عليه السلام يقول أولاً أنت لا تستحي من التعلم وثانياً إذا أتاك جاهل وأراد التعلم علمه لا تتكبر عليه لا تحرمه من العلم عظم العالم لعلمه ودعم نازعته لا تنازع العالم لا تجادله كن دائماً متواضعاً في التعامل معه مؤدباً في التعامل معه وصغر الجاهل لجهله ولا تطرده ولكن قربه وعلمه هذه أيضاً وصية مهمة إذا جاءك أنت لنفرض أنك عالم وأنك على درجة كبيرة من العلم أنت يجب عليك أن تعامل العلماء بمنزلة الإحترام وأيضاً تعامل الجهال على قدر علمهم لا تعظمهم كما تعظم العالم اجعل فرقاً بين تعظيم العالم ومعاملة الجاهل ولكن هذا الجاهل إذا أتاك لا تطرده لا تقول له أنت لا تفهم شيئاً وأنا أعلم منك وكيف أنك تتحدث معي وأنت لا تريق بالكلام معي أو الجلوس عندي لا تطرده ولكن قربه إليك وعلمه بدل أن تطرده وأن تشتمه أو أن تحاول أن تنفره منك لا حاول أن تقربه منك وأن تعلمه هذا العلم يا هشام إن كل نعمة عدست عن شكرها بمنزلة سيئة تؤاخذ بها كل نعمة الله سبحانه وتعالى فضلها عليك وأعطاك إياها يجب عليك أن تشكرها فإذا لم تشكرها كأنك ارتكبت سيئة والله سبحانه وتعالى سوف يواخذك على هذه السيئة فإذا النعمة أيضاً تحتاج إلى التزام تحتاج إلى واجب والواجبها شكرها وقال أمير المؤمنين صلى الله عليه إن الله عباداً كسرت قلوبهم خشته أو كسرت قلوبهم خشته فأسكنتهم عن المنطق وأنهم لفصحاء عقلاء يستبقون إلى الله بالأعمال الزكية لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون لهم من أنفسهم بالقليل يرون في أنفسهم أنهم أشرار وأنهم لأكياس وأبرار هذه أيضاً صفة أمير المؤمنين سلام الله عليه بيّنها لبعض الناس بعض الناس على درجة كبيرة من العلم درجة كبيرة من الإيمان درجة كبيرة من التقوى ولكن خشتهم من الله سبحانه وتعالى تجعلهم دائماً يعيشون بخشية يعيشون بخوف من الله سبحانه وتعالى هم يحسبون أنهم من الأشرار تواضعاً ولكن هم عند الله سبحانه وتعالى من الأبرار فيجب علينا أن نتحلى بهذه الصفات التي وردت عن لسان الإمام الكاظم سلام الله عليه وعن لسان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لنكون من الفائزين في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة